نهاية الحرب في غزة تبادل الرهائن وقف النار في لبنان تحت تلك الرسائل التي تأتي بقلم الضغط المتزيد من قادة البيت الأبيض يزور وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين ضمن جولة مكوكية سجلت زيارته الحادية عشر لإسرائيل والمنطقة وتلك المرة التي أعقبت اغتيال يحيى السنوار تريد أمريكا والغرب عموما إنهاء تلك الحرب على حد تصريحات متوافقة بين قادتها وبما ينهي صراعا دمويا طال أمده واقترب من توقيت الانتخابات الأمريكية يسعى بلينكين إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة مع محاولة عقد صفقة تبادل الرهائن ووفقا لمصادر مطلعة فإن واشنطن تضغط لتحقيق هذا الهدف كجزء من رغبتها في احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع ولكن يقابل ذلك تفكير حكومة نتنياهو في مساومة جديدة تقضي بتسليم جثمان يحي السنوار مقابل إطلاق صراح الرهائن الإسرائيليين في غزة في السياق اللبناني قدمت إسرائيل شروطا واضحة عبر واشنطن لإنهاء الحرب في لبنان تتضمن حرية استباحة الطيران الحربي الإسرائيلي للأجواء اللبنانية وإنفاذا عسكريا فعالا لمنع إعادة تسليح حزب الله وبناء بنيته التحتية هذه الشروط تتعارض مع قرار مجلس الأمن 1701 الذي ينص على فرض الجيش اللبناني واليونيفيل وقف إطلاق النار مما يجعلها غير مقبولة ليس فقط في بيروت بل أيضا في المجتمع الدولي يبقى السؤال الأهم هل ستنجح واشنطن من خلال زيارة بلينكين كذلك في وضع اللمسات الأخيرة على هجوم مرتقب لإسرائيل على إيران بتحجيمه أو ستنجح بإقناعة الأبيب بتقديم تنازلات تفتح باب التهديئة في غزة ولبنان أم ستظل الشروط الإسرائيلية ومعها هجمات أدرع إيران حجر عثرة أمام أي حل سياسي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة